في ليبيا كدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتم رصد أي وباء في ليبيا بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد مشيرة إلى أن الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل وأضافت المنظمة أنها وزعت أدوية الطوارئ بما في ذلك علاج الكوليرا وتعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية لم يتم رصد أي وباء في المناطق المتضررة من العاصفة في ليبيا لسالة طمأنة بعثت بها منظمة الصحة العالمية التي أشرت في الوقت ذاته إلى أن الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق البلاد مكتب المنظمة الأممية في ليبيا أعلن أيضا أنه قام بتوزيع أدوية للطوارئ في المناطق المتضررة بما في ذلك علاج الكوليرا في ظل العمل المتواصل لضمان وصول المتضررين إلى الخدمات الصحية يأتي ذلك فيما وجه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بتخصيص معسكر عزوز التابع لقوات الواء 166 لأهالي مدينة درنة في حين يستمر عمل سلطات محلية لإصلاح خطوط الكهرباء المتضررة هذه الجهود تات في حين التقى حفتر مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي لبحث الأوضاع بالمناطق المنكوبة وجهود إعادة توطين المنكوبين وأشد باتيلي بمجهودات القوات المسلحة وما قمت به من عمل في المدن المتضررة بالجبل الأخضر والساحل الشرقي كما أثنت منصقة شؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا بجهود القوات المسلحة التي بذلت منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة من خلال إنقاذ العالقين والإشراف على عمليات الإخلاء وانتشار الجثامين وتوفير الأماكن الآمنة وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكل المتضررين ينضم إلينا من القاهرة دكتور وائل صفوة مستشار سابق بمنظمة الصحة العالمية أهلا بك سيدي على شاشة الغد دكتور منظمة الصحة أعلنت أنه لم يتم رصد أي وباء في المناطق المتضررة من العاصفة في ليبيا هل يعني ذلك أن فرصة تفشي أوبئة في ليبيا أصبحت معدومة؟ وهل ما زالت هناك مخاوف صحية أخرى؟ طبعا رسالة طمأنة بس لازم ناخدها بحضر لأن الأوضاع الصحية ما زالت لم تتعافى بعد طبعا في أماكن كثيرة تم إخلاءها من الأنقاض وإخلاء الجثث من تحتها وطبعا دفن جثث كثيرة ودي طبعا كانت مقلقة جدا بالذات مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات مثل البعود والذباب وده كان برضو بينذر طبعا بانتشار الكودرة بالتحديد وبالفعل فيه رصد لحالات كثيرة من نزلات المعاوية ولكن لم تصل إلى درجة الوباء ولم تصل إلى درجة إصابة بكودرة طبعا الحضر يجب أن يكون لأنه برضو عدد الحالات وعدد الإصابات وعدد الوفيات يمكن أنه المعلن حوالي 4000 وفاة بس طبعا مع صعوبة العثور على الجثث وعدم وجود أو في مفقودين كثيرا من التوقع لحوالي 10.000 وأعلنت بعض المنظمات ما هو التعامل الصحي الصحيح مع مثل هذه الكوارث؟ طبعا هو أول شيء بيبقى فيه رصد عملية رصد وفيه أي حالات ممكن تبع عندها صداع عندها إسهال عندها نزلات معاوية عندها حرارة كل الحاجات يجب أن تنخص بعين الاعتبار ويتم رصدها بالتأكيد يجب أن يكون فيه توفر فرق إغاثة كبيرة وطبعا فتح المناطق التي يمكن أن تبقى فيها برك من المياه وده حصل بالفعل رفع الأنقاض وأي جثث يتم انتشارها يتم دفنها بشكل معين ويتم التعامل معها عن طريق ارتداء الملابس الواقية بالتأكيد وبعض الكمامات من قبل فرق الإنقاذ بالتأكيد ومثلما عملت المنظمة توفير الأدوية توفير اللقاحات لأي مرض ممكن يكون يتفشى في هذه الأثناء وبالتأكيد التعامل السريع لأننا بأننا أسبوعين تقريبا دلوقتي الأمور أفضل كثيرا بس الوضع ما زال منزل وما زال فيه مشكلة وليجب أن يؤخذ بعين الحذر برضو دكتور ما تقييمكم للدولة التي تقوم به المنظمة الأممية في دعم المتضررين هو بالتأكيد ليبيا مثلها مثل الدول الأخرى التي بها صراعات النظام الصحي بها لا يعمل بكفاءة بالتأكيد مثل معهدناه صادقا ومثل الدول التي نظامها الصحي يعني يتم صرفه وتم الاهتمام به بشكل كبير بس طبعا وبعد الكارثة بالتأكيد الموضوع أشد وخاصة مع ضعف الإمكانيات وضعف الأعداد البشرية ضعف الكوادر البشرية بمعنى أصح وطبعا الوضع الصحي الغير جيد حتى اضطرت الدولة الليبية أنهم يقسموا الدرنة إلى أربعة مناطق كل منطقة منطقة شديدة الخطورة ومنطقة أقل ومنطقة آمنة فطبعا ده بيبقى بالتعاون مع المنظمات الدولية ما بتمقاش السلطات الصحية بتاخدها بشكل عشوائي إنما بنظام صحي يتم التعامل معه في أي كارثة في العالم طيب كيف هو التنسيق يعني تحدثت وقلت أن هناك صراع هناك انقسام سياسي في البلاد وتعلم جيدا أن هناك عدم استقرار أمني والكثير من المشاكل الاجتماعية يعني كيف يتم هنا التنسيق بين المنظمات الإغاثية للهلال الأحمر وأيضا الكوادر الطبية ووزارة الصحة الليبية في البلاد في ليبيا طبعا الخصة بتبتدي بأن الدولة نفسها أو النظام الصحي نفسه بيعلن عن احتياجه للدعم وطبعا مثلا دولة زي مصر وفارة الدعم المنظمات الدولية والهلال الأحمر وطباء عبر الحدود وفرق كثيرة طبعا ده بيتم لازم من خلال الجيش أو من خلال القوات المسلحة الليبية ومن خلال النظام هناك أولا للحفاظ على أمان البعثات الدولية وللتنسيق طبعا بين الجهود وبعضها البعض ليس الوضع على أحسن حال بس طبعا بيتم استخدام بعض وسائل التواصل السريعة بعض وسائل الرد بعض الرزد بعض وسائل المتابعة والتعامل السريع اللي هي دايما بتتوفر من المنظمات الدولية وبالزد طبعا في هذه الحالة في الإخلاء وفي مساعدة المرضى والحالات الوفية وانتشارها يوم دكتور روائل صفوة المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية أشكرك جزيلا الشكر كنت معنا من القاهرة انتهت حلقة اليوم من حسن مغاربيا أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة